اشتركوا في القناة يعني ليش بركز انا انو حطه لايك السبب انو زي ما انتو عارفين انو في ناس الفترة الماضية قدمت تقارير فيه لليوتيوب عشان هيك يمنعوا الارباح تبعت اليوتيوب هاي التقارير اللي تقدمت اليوتيوب دائما بتطلع انو حجم التقارير هاي وقديش في ناس حضروا المحتوى هاد قديش ناس اعجبت في المحتوى قديش ناس ما اعجبت في المحتوى لما بيجوا بيلاقوا انو انا عندي مثلا 8000 شايفين الحلقة وبيلاقوا انو اقل 500 600 700 لايك محطوط يعني نسبة قليلة جدا بالنسبة للنسبة العشرية للمعجبين بالمحتوى فعشان هيك لما يتاخد تقرير فيه على طول الخط هم باخدوا بالتقرير وبيحاولوا انهم يرجعوا ما بيراجعوا وما بيطلعوا بالقرار وبسووا بتكون الحلقة راحت خلاص ما حد رح يرجع يسمى حلقة قبل بيومين فهيك بتكون راحة الارباح وراحة الدنيا كلها طبعا انا مش ساد ولكن هي لانو نبهوني الها اكثر من شخص يعني هي بس عملية ميزان انو والله فيه نسبة معجبة بالمية فعشان هيك ببطلوا ياخدوا بالتقارير اللي تقدمها او ببطلوا يعطوها الاهتمام خصوصا لما تتكرر التقارير من نفس الاملات او من نفس الاشخاص فعشان هيك بشد الفترة هاي او بضغط عليكو شوي او بامون عليكو شوي انك تحطوا لايكات اللايك لا بكهرب ولا بسوي هيك شغلات رعاشية واشياء منها يعني هي كبسة تغلبكش يعني وحدش بعرف انك انت كبست اللايك ولا ما كبستوش حتى انا بعرفش مين اللي بحط لايك فعشان هيك يعني هذا اللايك تشجيعي اول اشي وثاني اش انت بتساعدني عند اليوتيوب بس غير هيك يخلف عليك يعني هذا هو الشكر اليك انت كيف تشكرني وبس حبك تحط لايك حبك تحط دسلايك حبك تحط كومنت شير مير الفير اللي بدك اياه حطه بدكش تحط ما تحطش يا اخي والله انتو حرين انا علي اذكر بهذا التذكير بدكو تعملوا اعملوا بدكوش تعملوا شكرا لكم على الحالتين طيب خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين تمانية اثنين طبعا القمر اليوم بانتقل تماما احنا الان في فترة يعني موعد بث الحلقة هاي فترة خلوم مسار القمر رح يكون متواجد في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية رح يمكث في هاي المنزلة حتى مساء اليوم الاثنين يعني بعد الحلقة تبعت الغد لغاية الساعة سبعة واثناشر دقيقة مساء من يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي المنزل للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا زي ما حكينا احنا في فترة خلوم مسار خلوم المسار هذا بدأ من الساعة ستة وستعشر دقيقة صباحا رح يستمر لغاية الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساء ودائما حكينا خلو المسار يعني القمر بطل يشكل زوايا مع الكواكب الرئيسية قبل الانتقال فهاي الفترة اسمها خلو مسار اللي هي فترة انتقال القمر من برج لبرج عادة ممكن خلو المسار يكون ساعة ممكن دقائق ممكن يكون يوم ممكن يمر لأكثر من يوم ونص خلو المسار بطبيعته هو اش سلبي لا يصلح لأي خطوة جديدة جديدة مهمة في حياتنا وبشمل ذلك جميع موليد الأبرج اذا شيء انت كنت ناوي وعاقد النية عليه قبل خلو المسار ما شيء واتفقت انت وشخص عليه وضل توقيع العقود واجه في فترة خلو المسار فما في ضرر ولكن انك تقرر على شيء وتنفذه في فترة خلو المسار هذا منتحس هذا سلبي طبعا زي ما حكينا ان القمر ساعة ثمانية واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل لبرج الجدي يعني بمعنى اخر انه الابراج الترابية والابراج المائية هي اللي رح تكون مميزة معنا خلال اليومين هدول طبعا القمر لما بكون موجود بالجدي تأثيره على جميع الابراج منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر وسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين طبعا عنا زاويتين اليوم زاوية سريعة اللي هي زاوية سريعة اللي تقريبا امتدادها بكون ما يعادل من 14 ل 16 ساعة اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية يعني للحلقة الجاي لحلقة بكرة والزاوية هي قائمة زاوية هي زاوية تثليث ايجابي بين القمر واورانوس راح تبدأ في تمام الساعة او تكون عوجها في الساعة 8 و 59 دقيقة صباحا هاي على جميع الابراج تأثيرها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد الاقتران يعني اثنين على نفس الدرجة في نفس الزاوية في نفس المكان وعطارد زي ما حكينا هو بتراجع بما انه بصير اقتران بصير ايجابي عطارد بصير هنا له سلبي وله سعيد من سميه احنا سعيد بطبعه لكن لا بعطينا ايجابية ولا بعطينا سلبية ولكن سلبية التراجع بتظل الها تأثيراتها على بعض الموليد وخصوصا اللي على نفس الدرجة هاي الزاوية الاقتران بتصير الساعة واحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعب او كانت صعبة علينا او تعذر علينا فهمها وبزداد التوجه لاجراء الاتصالات والتناقلات او السفريات الضرورية بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم تسعة اثنين رح يبدأ في تمام الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر لليوم التالي ليوم الاربعاء حتى تمام الساعة وحدة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال خمس وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيصبح ستة وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير تقريبا عشرين في المية بين ثمنتعش في المية وعشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين بمعنى بتشكل زاوية اقتران جيدة فمعناته نسبة الحضوض عندها اليوم بتكون سبعين في المية القمر في الجدي حتى يوم عشر اثنين بشكل زواية تثليث وقوية جدا فعشان هيك منعطيه سبعين في المية سعيد اما بالنسبة لعطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين اليوم سعيد بيطبعه مش منتحس ولا سعيد يعني صفر نقدر نقول له سعيد ولا هو منتحس فنقول سعيد بيطبعه اما بالنسبة للزهرة بمعنها في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين وبتشكل بلشت زوايا حادي جدا فنسبة النحوس تبعتها اليوم بتطلع على اربعين في المية اما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم اربع ثلاثة منتحس بنسبة اربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اما ريبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر صار موجود في بيت السمعة او بيت العمل مع الشركات والمؤسسات الكبيرة فهذا بيت يا ايجابي يا سلبي يعني يا بتكون بعض ابراج موليد برج الحمل يعني بكون الوضع عندهم ايجابي اليوم يا بيكون سلبي فعشان هيك هاي اشي بامتحن جهوزيتك اليوم تحديدا وبكرة بتركز على امور وعلى العلاقات النفسية ممكن تنضغط في بعض الاوقات ممكن تحس بنوع من انواع الاكتئاب ممكن تحس بانك انت مشحون بطاقة سلبية ممكن تحس بطاقة ايجابية عالية جدا فهاي بتتحكم فيها انت حسب نفسيتك على حسب ظروفك اما بالنسبة الى الوضع المالي اليوم احسن اليوم في عندك زاويتين تثليث غير زاوية التسديس برضو اللي بتتشكل مع نبتن والتثليث مع القمر وزاوية التربيع ولكن بما انه الثور اليوم رح يكون باوجه بسبب وجود القمر فمعناته اليوم في فرص مالية رح تكون على المستوى المالي الفرص هاي تيجي من عمل اضافي مستردات هبات نوع من الدعم او حقوق لا اليك بتستردها ولكن حاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء اليوم يعني ضاغطة شوي على اللي هي العصبية فعشان هيك اليوم انت حاد بطبعك عصبي ممكن تغضب بسهولة اي تصرف ممكن يستفزك ضبط الاعصاب مطلوب عندك فعشان هيك ما في داعي للتهور ما في داعي للانفعال او للتسرع اما بالنسبة لتعلاقتك بينك وبين الاخوة والجيران ممكن يصير فيه علاقة او تعامل ما بينك وبين احسنك احد الاخوة ولكن حاول انه ما يكون بعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتساعدك على مستوى البيت اليوم بتلاقي فيه نوع من انواع التحالف او دعم بيجيك من احد افراد العائلة رح تهتم ببعض المسائل البيتية ممكن تكون بعض الانشغالات او بعض الاشياء اللازمة اللي انت مطلوبة منك دكتعمالها او مناسبة او اهتمام بصحة احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء هنا بتكون ضاغطة شوية على الامور العاطفية او قلق او خوف او اهتمام باحد الابناء او احد الاحبة اهم اشي انه اليوم ديروا بالكوا ما في داعي للمجازفة بالحضوض حاول قدر الامكان انك تتمد على جهدك الشخصي اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم الاهتمام بكون على مستوى العمل جيد ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك اهتمام باحد الزملاء وبرضو ممكن يكون لك رقابة على شؤون صحية او نوع من انواع المراجعات او تجهيز لامور طبية بالنسبة للبيت السابع طبعا بدك تحذر اي مشاحنات اليوم او عصبية او يعني مواجهة ما بينك وبين الشريك شريك المال شريك العاطفة ما بينك وبين الزوج او الزوجي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة في منكو رح يهتم ببعض المسائل المالية اللي الها يعني اشياء الها علاقة في بنك في ضريبة في تامين الها علاقة بمستردات مالية فوترة الاشخاص اللي بتشتغل باموال الغير هم اللي رح يكون عندهم اهتمام اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع الاجواء على مستوى السفر يعني في نوع من انواع القلق او التوتر على مسألة بتتعلق باحد الاشخاص اللي انتي بتعرفهم ممكن خبر سيء ممكن موضوع يهمك لاشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المعاملات او المراسلات وممكن اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم يلاقي فيه شوية صعوبة عشان هيك منقولك لا تعتمدوا على الحضوض كثير حاولوا انك تعتمدوا على جهدك الشخصي اما بالنسبة للبيت العاشر فبتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول انك تبرر عملك واذهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وانتي طبعك في هاي الفترة زي ما حكينا افكارك مشتتة عصبي نتيجة الغضب او الاضطراب اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يعني ممكن هيك يكون فيه نوع من انواع اللقاء او تعزيز العلاقة مع بعض الاصدقاء او مناسبة معينة او اجتماع عائلي مثلا او مناسبة اجتماعية راح تهتم فيها بشكل كبير ولكن حافظ على هدوءك اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الاجواء اليوم جيدة ودعميتك على المستوى الصحي ومرضو امن انت من حد يمكر لك فعشان هيك ما فيه داعي للقلق وماذا فيه داعي للوسواس اشحن حالك بطاقة ايجابية وحاول انك تنطلق برج الثور طبعا اليوم من الايام المميزة جدا بالنسبة للك خصوصا بوضعية القمر وساعاته فعشان هيك اليوم بتلاقي عندك طاقة كبيرة لا تحرك للاتصالات وتوطيد العلاقات فعندك اليوم نشاط عالي جدا حاول انك ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك ولا تقلبات النفسية او الاشخاص اللي بيضغطوك يحاولوا انهم يعني يضغطوا على نفسيتك اكسر الحواجز كلها اشحن حالك بطاقة ايجابية وانطلق اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء على مستوى الوضع المالي ممكن تظهر لك مسألة مالية او مشكلة مالية او مصاريف مالية عشان هيك يركز في الامور المالية بشكل جيد ابتعد عن المصاريف لزيادة ممكن ترتب امورك لبعض المراسلات انك تحصل على اموال ولكن ممكن مش اليوم قلل من مصاريفك برضو اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك نشاط فكري عالي جدا عندك سرعة بديهة عالي جدا وقدرة على الاقناع عالي جدا حاول تستغلها اليوم اللي عنده انتحان او عنده مقابلة رح ينجح بشكل جيد رح ينجز امور في منكو رح يكثر عنده التنقل او السفريات القصيرة او الاهتمامات بامور العلاقة بالنشاط الفكري او نشاطات التنقلات والسفر اما بالنسبة للتعاملك مع الاخوة فممكن اليوم يكون فيه تعامل بينك وبين احد الاخوة او تلاقي نوع من انواع الدعم من احد الاخوة اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يظهر مسألة يعني التزام مشتريات اهتمامات عائلية ممكن عطل معين ممكن خلاف نقاش شغلة زي هيك ممكن تظهر اليوم دير بالك ما فيه داعي للعصبية وما تحاول تضيع اليوم المميز بهاي الاشياء بالنسبة للبيت الخامس اليوم العاطفي عندك بأوجهة يعني واصل لمرحلة عالية جدا عاطفيا وهي بتساعدك على التقابل لقاءات تواصل مع الحبيب امور ايجابية ودعمة اليك بقوة على المستوى العاطفي او اهتمام باحد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض العمال او ما تقدر تنجزها بالكامل ولكن ممكن احد الاصدقاء يعاونك في هاي المسألة او تنجزها بمساعدة احد الاشخاص اهم ايش انك تراقب وضعك الصحي ما في داعي للاهمل بالنسبة للبيت السابع طبعا الاجواء بتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك فممكن اليوم توطد العلاقة او تنتقل لمرحلة جديدة مع الحبيب وخصوصا للي بدهم يطوروا العلاقة لزواج او ارتباط اهم ايش انك تشحن حالك بطاقة ايجابية تناقش بهدوء وتعرف ايش اللي انت بدك يا بالضبط وتعرف كيف توصل له اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الاجواء على مستوى الاموال المشتركة ممكن انها تسبب لك نوع من انواع الارق او الزعل او المعاتبة ممكن يستغلوك بعض الاشخاص بمسألة مالية معينة وممكن انت يعني تفقد بعض مقتنياتك فعشان هيك احذر من النصابين والمحتالين وراقب مقتنياتك بشكل جيد خوف النسيان او السرقة وبرضو في نفس اللحظة ما توقع على اوراق بدون ما تقرأها وتتفحصها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اتصال بعيد وبتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات اكثر وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بقول لك دير بالك تشوه سمعتك دير بالك انه احد يستغلك لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر راقب كل كلمة بتطلعها على اساس انه ما تكون سلاح ضدك يعني بمعنى اخر بدك تكون حذر بتصرفاتك بكلماتك ممكن شخصية مهمة او ذات منصب او مركز معين تساعدك بموضوع معين يعني زي واسطة او نوع من انواع الدعم وتنجز اشياء ايجابية برضو ممكن هيك شوي تتوتر من بعض المسائل يعني او تكتشف بعض الامور ولكن ضبط الاعصاب مطلوب اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة اليوم فممكن تنشط ما بينك وبين الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء خلال هذا اليوم بالنسبة لبيتك المتاعب عندك طبعا الاجواء مش صعبة اه شيئا ما فيها نوع من انواع التوتر ولكن بدك تحذر من التقلبات الصحية راقب راحتك غذائك بشكل جيد وما تخلي يعني فرصة لحد يتآمر عليك بالخفاء برج الجوزة طبعا بما ان القمر تحرك من مقابلك تماما فاليوم بلشت تستعيد توازنك يعني بلش في نوع من انواع الطاقة الايجابية تشحنك بشكل ايجابي وهي بتساعدك في اتخاذ قرارات مميزة ولكن حاول قدر الامكان ما تحسم امرك نهائيا راجع الامور ودقق بتفاصيل تفاصيلها بالنسبة للوضع النفسي احسن من الايام الماضي ولكن لسه برضو مش بالكفاية اصبر لحديث ما القمر يوصل للدلو بتصير الاجواء احسن اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي وهي بتفتح لك مجالات الها علاقة بالمكاسب المالية او فرص الها علاقة من عمل اضافي مستردات هبات دعم ولكن حاول انك تقلل من مصريفك في بعض الانشغالات المالية الايجابية رح تكون اليوم بالنسبة للبيت الثالث الاجواء بتساعدك هنا على مستوى التواصل ولكن عصبيتك ممكن اتعطل عليك عشان هيك اضبط عصابك قدر الامكان ما في داعي اليوم انك تندفع او تتهور او تتسرح حتى اثناء قيادتك للسيارة بدك تركز بشكل جيد اضبط هدوء هيك هدوء هدوء كامل مع تركيز كامل حاول انك ما توجه كلام قاسي للاشخاص اللي انت بتعرفهم على اساس انه الامور يظل مسيطر عليها ممكن يكون لك تعامل مع احد الاخوة او اتصالات ما بينك وبين احد الاخوة اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت تقريبا بلشت تنحصر العواصف صار فيه نوع من انواع الهدوء والتركيز الاجواء جيدة اليوم لخطوة باتجاه البيت اما مشتريات ترتيبات تصليحات او حتى بعلاقة عائلية او منزلية الاجواء بتساعدك بشكل قوي في حدث عائلي ممكن يلفت انتباهات بالنسبة للبيت الخامس طبعا هنا على المستوى العاطفي الاجواء مش قوية فعشان هيك في صدام او نقاش او حوار حاد رح يكون ما بينك وبين الحبيب او سوء تفاهم حاول تضبط اعصابك ما في داعي لأي انتقادات ممكن شوي يكون في خلاف ما بينكم بين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل اليوم فرص للعمل منتازة جدا بتعزز ثقتك بالنفس ممكن تحصل بعض المكاسب او الاهتمامات من العمل وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وقوية اليوم احسن من الايام الماضية رغم انه الخلاف لسه موجود فما في داعي للجدال وما بدي انه شوي يكون عصبيتك او تفقد السيطرة اضبط حالك شوي يعني اضبط حالك شوي وما تخلي اي نقاش حاد ما بينك وبين الشريك يتطور خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا بتعيد تنظيم اموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب بيجي من شراكة او من تعويض ولكن بتكون تنظيفه صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية اهمش انك ما تتشبث برأيك او بموقفك ولا تكون مواقف متصلبة حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء على مستوى الدراسة والامتحانات اللي عندهم دراسة او امتحانات بدهم نركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض اللي عندهم سفر او تنقلات برضو نفس الشيء بده يتفقد كل امتعته واوراقه وما يعتمد على الحض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما يعاني فيه ثقة وفيه دعم قوي جدا انك تحافظ على سمعتك خلال هذا اليوم اهم شيء ممكن تسمع كلام اطراء في مكان عملك اليوم مناسب برضو لتقديم توظيف او طلب توظيف وبرضو لها نوع من انواع الدعم اللي ممكن تحصله من احد الشخصية اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء جيدة شيئا ما على المستوى الاجتماعي تعمل نوع من انواع الفرص التلاقي او التقابل او حتى بعض الانفراجات على مستوى العلاقات الاجتماعية بتساعدك ولكن اهم شيء انه يعني لو سمعت اي كلمة ما في داعي انك ثور اذا ما عجبتك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وامنة اليوم يعني تقريبا انت محصن على المستوى الصحي النفسي الاجتماعي فاهم شيء انه اليوم اذا عندك التزامات معينة بتأديها برضو ممكن في بعضك يقوم بزيارة لاحد المرضى او لاحد المؤسسات الحكومية برج السرطان طبعا القمر مقابلكم تماما وبما انه مقابلكم بعزز نقاط لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية بيخلي هاي النقطة بأوجها قوية جدا للتواصل مع الشريك او التلاقي او المناقشة او الحوارات ممتازة ولكن انت بفترة وجود القمر مقابلك تماما بتكون طاقتك ضعيفة فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وتضبط عصبيتك ما في داعي لأي جدال او اي انفعال او اي مشكلة انك تعملها اليوم لانه انت الضعيف بسبب طاقتك وخصمك اقوى منك شو مكان برجه بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء على مستوى المال ممكن يكون في مصاريف عليك او التزامات مالية اليوم او تشعر بنوع من انواع الضيق ما بتضبط الامور المالية اليوم بالعكس تظهر مكانها زيادة المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء جيدة على مستوى النقاش والحوار والتواصل على مستوى الامتحانات حتى والمقابلات ممتازة جدا حتى على مستوى التنقلات رائع جدا ولكن بدك تنتبه اليوم من شيء واحد اثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تنتبه عطل بالسيارة او بالتليفون برضو بدك تنتبه لها ممكن اليوم يكون لك تعامل مع احد الاخوة او تلاقي دعم من احد الاخوة لا اليك اما بالنسبة للبيت الرابع هنا الخلافات يعني هنا البيت اللي ممكن يصير فيه نقاش او حوار العلاقة بالبيت او بافراد العائلة فعشان هيك تدير بالك من اي مشكلة لها علاقة بالبيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالاعطال او الاهتمامات العائلية فما تهملها على اساس انه ما تتسجل عليك نقطة وتكون مش لصالحك اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا وبالعكس الاوضاع ممتازة على المستوى العاطفي ومستوى التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب رائع جدا فحاول تستغلها حتى لا التقارب مع الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فهونا بتتركز الامور على العمل والصحة دير بالك على صحتك ودير بالك انه العمل يتراكم عندك ويصير في عندك يعني عدم القدرة على انجاز كل اعمالك فعشان هيك في ضغط في مكان العمل وممكن يعني حدية بالطباعة تكون ما بينك وبين احد الزملاء اما بالنسبة للبيت السابع فزي ما حكينا القمر موجود في بيت الشراكي فبينصب اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفي يعني ما بين الازواج واليوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن الاجواء ممكن تكون متوترة لان الطاقة ضعيفة ركز بشكل جيد ما ترتجل الاجواء ضغطة نسبيا والمسئوليات كبيرة اهم اش انك تهدئ من روعك وما تنفعل اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على المستوى الاموال المشتركة فيها نوع من انواع الضغط اليوم وبتشكل لك نوع من انواع التوتر فعشان هيك يدير بالك توقع على اوراق او تحسم امر مالي خلال هذا اليوم اللي عنده عقود او عنده اوراق بده يدقق فيها بشكل جيد اللي عنده مراجعات لبنك او ضريبة او تأمين او مؤسسات دولة بده ياخذ كل اوراقه معه اما بالنسبة للبيت التاسع في الاجواء جيدة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض شؤون السفر اللي عنده امتحان او مقابلة على المستوى الجامعي برضو الاجواء جيدة وبتساعد لدك والحظ داعم للك بشكل قوي بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة هنا من قلك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بأي خلاف او نقاش حد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة جدا على مستوى العلاقات الاجتماعية ممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية ممكن تلتقي ببعض الاصدقاء او حفلة او اجتماع او لقاء الاجواء رائعة جدا وهي بتساعدك في كثير من الامور على المستوى الاجتماعي وبتكون اللي صالحك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهوان بدك تحذر من بعض التوعوكات الصحية وبدك تحذر من العصبية وما تغامر وما تجازف اهم اشي هذا النهار طبعا هون القمر صار في بيتك السادس يعني المكان مش مناسب للك فعشان هيك الفترة هاي بدك تركز على وضعك الصحي حاول انك تحمل وضع الصحي عندك بشكل جيد حاول انك تحافظ على صحتك حاول ما تنفعل ما تندفع ما تهمل صحتك عملك اهم يشي اليوم على المستوى النفسي تقريبا يعني قلق من مسألة معينة او عندك توتر من مسألة معينة حاول تضبط اعصابك اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء جيدة على المستوى الامور المالية في بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية اليوم بتكون فممكن تحصل على بعض الدعم او بعض المساعدات او ممكن يجيك مال من عمل اضافي ولكن اهم اشي قلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا جيدة شيئا ما ولكن عصبيتك يعني على حدها فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للعصبية ما في داعي للانفعل حاول انك ما تغامر اثناء قيادتك للسيارة وبرضو راقب بعض الاعطال في الاجهزة الالكترونية ممكن يكون لك نقاش ما بينك وبين احد الاخوة برضو منحكي ضبط الاعصاب ماله مطلوب اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت جيدة اليوم في مناسبة او في لمة او في شيء له علاقة بالبيت يعني في خبر معين او مثلا جمعة او لمة عائلية او مناسبة معينة ممكن تهتم بشؤون منزلية كمشتريات او ترتيبات او تصلحات ولكن الامور جيدة على مستوى البيت ما تهملها اهم شيء اذا كان عندك اي شيء منزلي ما تهمله عشان ما تتسجل عليك نقطة وتصير سلبية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ضاغط الامور ممكن سوء تفاهم او زعل او عتاب او مناقشة في بعض المسائل ما بينك وبين احد الاحبة يعني تتوتر شوي او تزعل شوي او تغضب شوي ضبط العصاب ما في داعي للانفعالات كمان بالنسبة لعلاقتك ما بينك الابناء خليها تكون جيدة افضل ما انك تتعامل بالنسبة للبيت السادس طبعا القمر صار موجود في البيت السادس بشكل زوايا جيدة لكن برضو هذا ما بمنع انه العمل يتراكم عندك رغم انه انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه اهم شي انه ما تهملوا صحتكم هاي الفترة فترة عمل جيدة اهم شي انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او صحة احد الاصدقاء وممكن يكون عندك نوع من انواع العمل الجديد او تقديم لطلبات عمل اما بالنسبة للبيت السابع فهنا بقولك دير بالك بدك تتركز بشكل جيد اليوم من اي خلافات او سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للحدية ولا للتوتر خلال هذا اليوم عشان ما تصاعد الامور ما بينك وبين الشريك كل الكواكب مجتمعة وبتشكل زوايا حادة جدا في بيت الشراكة عندك فعشان هيك دير بالك من اي شيء له علاقة بالشراكة المالية والعاطفية بالنسبة للبيت الثامن الاجواء هنا جيدة على مستوى الاموال المشتركة ممكن تهتم باموال الغير او باموال ابتجيك كنوع من الدعم او يعني مساعدة مالية ممكن تحصل منها مكاسب او امور الها علاقة بقرض معين او مساعدة او سداد بعض الديون اللي لا اليك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على مستوى امور الها علاقة بالسفر لبعيد او اشخاص خارج البلاد او دراسة او امتحانات ممكن في قلق على المسألة هاي او توتر من مسألة معينة او تأخير في خبر معين حاول انك تضبط اعصابك قدر الامكان الفترة هاي اذا كان عندك امتحان او مقابلة ما في داعي لانك تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فهون الاجواء جيدة جدا على مستوى بيت السمعة يعني حافظ عليها قدر الامكان حاول انك برضو ما تخالف القوانين ما تجازف الاجواء جيدة ممكن يدعمك احد الاشخاص وممكن يعني يكون في انجاز رائع جدا اليك خلال هذا اليوم بسبب واسطة او شخص يدعمك في نقطة معينة جيدة للعمل او تقديم طلبات العمل وايضا ممتازة على مستوى علاقتك بزملائك او رواسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الاجواء جيدة على مستوى اللقاءات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية رغم انه انت ما عندك الحرارة الكاملة للتواصل مع الاصدقاء يعني بيصير اليوم بتقول اليوم بدي اعمل بعدين بتأجل بكرة واعمل بتأجل السبب ضعف في الطاقة عندك لللقاءات الاجتماعية يعني يجوهم اه من انت تبادر اعتقد انه مش كل الاسد عندهم قابله لهاي الامور اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة امحصنيتك شوي فعشان هيك بتخفف احتماليات التعب الصحي وبرضو في نفس اللحظة يعني بدك تراقب غذائك وراحتك بشكل جيد عشان تأمن الامور الصحية طبعا اليوم مميز جدا بالنسبة للك طاقتك عالية جدا كأنك تحررت يعني اليوم بتحس انك كأنه في حرية كأنه في اشياء ايجابية صارت تظهر بشكل قوي جدا عندك عشان هيك الطاقة الايجابية هاي الموجودة حاول تستغلها للايام اللي راحت عليك يعني عندك مشكلة حاول تحلها عندك ضغط حاول تحله عندك مشروع معين حاب تمشي فيه اليوم حاول تقدم عليه لأجواء بتساعدك بقوة وثقتك بالنفس اعلى يعني حاسس بانه في طاقة قوية موجودة حواليك اما بالنسبة للبيت الثاني فهنا منقول لك دير بالك بس على الشؤون المالية ممكن مسألة مالية تسبب لك ارباك او توتر او مشكلة فعشان هيك يحافظ على الامور المالية قدر الامكان ما في داعي للمجازفات او المغامرات او صرف لفلوس بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثالث الاجواء داعم للك بقوة عندك اليوم نشاط للحركة وللاتصالات للحوارات للمراسلات حتى للمناقشات عندك قوية ممكن تهتم بامور الى علاقة بالسيارة او بالهاتف او باحد الاخوة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت بتسبب نوع من انواع القلق يعني ممكن هيك سوء تفاهم ممكن بقايا بعض المشاكل ممكن مشتريات اعطال تصليحات ترميمات المناسبة اجتماعية هي اللي تهتم فيها اكثر شيء اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء اليوم ما شاء الله تشتد رغبتكم اليوم فالتقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني حتى انه هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة على مستوى الحضوظ وتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب الامور او مصالحة او تراجع عن قرار سابق هاي الفترة بناءة او ايجابية فحاول انك تستغلها اما بالنسبة للبيت السادس بس اهم شي ما تهملش عمالك وما تهملش صحتك هدول النقطين الاساسية يعني بدك تراقبها على اساس انه ما يصرش خطأ ما يصرش تعطيل تتراكم الاعمال عندك هاي الاشياء بدك تراقبها واي توتر صحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتعزز نقاط قوية جدا للتواصل ما بينك وبين الشريك وممكن اليوم تقدم خطوة او تتقدم خطوة باتجاه الشريك كمصالحة او كمراجعة خطوة او كعقد نية على موضوع معين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة شوي بتسبب لك نوع من انواع القلق تتراكم الامور ممكن عندك التزامات ممكن تدرس مشروع معين لسه ما استوت الامور او ما وصلت للمرحلة القوية للك اليوم ممكن تركز عليها بشكل قوي او تدرسها بشكل جيد ممكن تهتم ببعض المصاريف العلاجية اليك او لا احد الاحباب اما بالنسبة لا يعني البيت هنا يعني بيتك التاسع هذا شوي انا بشوف دائما رغم انه هو بيضغط على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد الا انه اليوم القمر لانه بشكل زاويتين تثليث وزاوية تسديس فانا بشوف ان القوة فيه يعني ممكن تنشط بموضيع العلاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدراسة والامتحانات والمقابلات الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة حاول انك تستثمرها اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بقولك بيت السمعة دير بالك ما تشوه سمعتك ما تتصرف بعشوائية او بدون تركيز على اساس ما تشوه سمعتك ما في داعي للمغامرات والمجازفات وما في داعي للتهور يعني بمعنى اخر التركيز مطلوب والانضباط بالعمل ومكان العمل برضو مطلوب اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا قوية على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء احد الاصدقاء خلال هذا اليوم ممكن في مناسبة او لمة معينة او احتفالية معينة الاجواء جيدة شيئا ما اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بقول لك دير بالك ما تهمل صحتك وما تهمل راحتك وما تهمل تغذيتك هذول الثلاثة بدك تحطهم يعني مية في المية بحساباتك زي ما حكينا الصحة والراحة والغذاء هذول الثلاثة بدك تهتم فيهم حاول انك ما تجازف وما تغامر والاجواء ان شاء الله كلها مبشرة برج الميزان طبعا اليوم التركيز كله على البيت فعشان هيك شوي انت العمور جيدة مش صعبة يعني ولكن انت شوي رح تكون عندك اهتمامات عائلية ومنزلية كثيرة اليوم كدرجة اولى على المستوى النفسي ممكن شوي تكون متوتر يعني مش ماشي الامور زي ما بدك فحاول قدر الامكان تبعد عن المشاحنات او الجدالات او الخلافات خصوصا على مستوى البيت وافراد العائلة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسف المالية او الاهتمامات المالية اللي بتيجي من عمل اضافي مستردات هبات نوع من انواع الدعم ولكن اهم انك يتقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء شوي ضاغطة بالعصبية عندك توتر عندك قلق عندك شوي بالمناقش حد طباع وهذا مش طبعك بدك تكون شوي متوازن حاول انك انت اليوم ما تفقد السيطرة على حالك ما تنفعل ما تتهور اثناء قيادتك للسيارة وانتبه على اجهزتك الالكترونية من بعض الاعطال ممكن يكون لك تعامل مع احد الاخوي خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع طبعا هنا منقول لك انه القمر صار موجود في البيت الرابع ايجابي ولكن بظل انه البيت الرابع هذا يعني تربيع مع برجك بتفضلوا التركيز حول شؤنكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتبدو مضطرب او مرهف الحس شوي هيك حساس زيادة عن اللزوم ممكن تشعر بالارتباك او بتغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الاعمال والانشغالات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا بما انه القمر موجود ببيت ما قبله فعشان هيك منلاقي التوتر على المستوى العاطفي عندك عالي جدا وحساسيتك بتكون عالي كثير فدير بالك من اي مشاحنات ما بينك وبين الاحبة او ما بينك وبين احد الابناء او قلق ممكن يكون على احد الاحبة خلال هذا اليوم ما تعتمد على الحضوض كثير اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي علاقة بزملائك او زميل او رئيسك بالعمل او بعض المراجعات الطبية اما بالنسبة لبيت الشراكة فالاجواء ضاغطة شوي بتسبب سوء تفاهم او حوار او نقاش حاد ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفة ضبط العصاب مطلوب ما في داعي لانك تطور الامور او توصلها لمرحلة الخلاف او النقاش الحاد اللي ممكن انه يسبب فجوة ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة هنا على مستوى الاموال المشتركة بتعزز نقاط قوة بالنسبة للك على مستوى امور اللي لها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين اوراق مالية عقود اشياء اللي لها علاقة بالاوراق الدولة او المعاملات برضو ممتازة والصالحك بالنسبة للبيت التاسع طبعا هنا في موضوع الاعلاقة بالسفر اليك او لأحد الاشخاص بيوترك بيشحنك بطاقة سلبية بيخليك حاد الطباع في بعض الاوقات ممكن تنزعج من تأخر رسالة او جواب على امر معين يعني بتشعر بنوع من انواع القلق والتوتر في اللي عنده امتحان او مقابلة يعني يحاول يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوط بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الاجواء جيدة وهي بتعزز قوتك ما بينك وبين تعاملك ما بينك ورؤسائك بالعمل ممكن تقدم العمل بالفترة هاي للي حاب يشتغل او ممكن انها تعزز علاقك حتى ما بينك وبين زملائك ممكن تسمع اطراء او ثناء على بعض الانجازات في العمل بالنسبة لبيتك احداش الاجواء جيدة على المستوى الاجتماعي او اللقاءة الاجتماعية ولكن ممكن تنزعج من تصرف بعض الاشخاص او شخص معين فهذا التصرف يعني ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر او تتحسس الزيادة فعشان هيك حاول انك تتجنب او تهمل او تطنش كل الامور اللي بتصير بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الاجواء هنا جيدة جدا فتدعمك على المستوى الصحي على المستوى النفسي على المستوى التغذية اهم شي انك تنتبه لا راحتك بس ممكن يصير في قلق على صحة احد الاحبة برج العقرب طبعا الاجواء ممتاز اليوم يعني نفسيا انت مرتاح اكثر من اليوم الماضي الطاقة صارت اعلى واقوى بالنسبة للك اليوم عندك نشاط فكري عالي جدا يعني تقريبا قدرة الاقناع عندك عالية سرعة البديهة عالية حتى نفسيتك اريح حاول تستغلها بشكل ايجابي عشان تنجز الاشياء اللي انت حاب تنجزها خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا على المستوى المالي هي المأزمة شوي يعني بتسبب لك نوع من انواع الارباك او تتراكم عندك بعض المصاريف او ممكن انه يكون فيه مصاريف زيادة عليك اهم شي تنتبه على اموالك من السرقة والضياع وبرضو انتبه من المصاريف لزيادة ممكن يكون لك اليوم يعني هيك بعض الاشياء اللي تهتم فيها ماليا زي حقوق لايلك بتحاول انك تستردها اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه وايجابي فبتكثر اليوم عندكم الاتصالات والتنقلات واليوم مناسب لاجتياز امتحان او جراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة عالية جدا باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة القلات والاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع عندك هو اللي فيه نوع من انواع التوتر او القلق على احد افراد العائلة او مسألة لها علاقة بالبيت فعشان هيج يعني شوي بدك تنتبه انت من اي سوء تفاهم او خلاف او نقاش حاد او حتى قلق على احد افراد العائلة ممكن تهتم ببعض التصليحات او الترميمات او عاطفي وهاي بتعزز برضو قوة هائلة جدا ما بينك وبين الحبيب وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة ممكن يكون لك اهتمام باحد الابناء اليوم وممكن تهتم حتى بامور يعني الحظ يساعدك فيها اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تشعر بنوع من انواع الاجهاد او التعب بسبب تراكم العمل وبرضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا احسن بكثير من الايام الماضية بتعزز من شراكتك وبتعمل تلاقي او تقابل او مصالح ما بينك وبين الشريك وممكن يطمئن بالك على مسألة بتتعلق فيك وفي الزوج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على الاموال المشتركة ممكن تنضغط بمصاريف تيجي مصاريف علاجية او استشفائية او او تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيد وبتدعمك على مستوى اجواء جيدة وبتساعدك بقوة ولكن بدك تركز بشكل جيد ما في داعي اليوم انك تتسرع كل شي بالعقل بصير بالنسبة للبيت العاشر طبعا هنا بتركز الامور على السمعة فعشان هيك منقولك ما في داعي لانك تشوه سمعتك ما في داعي للمجازفات والمغامرات او انك تهمل اعمالك حاول انه برضو تخلي علاقتك جيد ما بينك وبين رؤسائك او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا يعني بتركز على الوضع الاجتماعي اليوم في مناسبات اجتماعية ولقاء وجمعة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب وتراقب صحتك وما في داعي انك تجازف وتغامر برج القوس طبعا الاجواء احسن شوي بما انه القمر صار في بيتك الثاني لكن انه مش بالقوة اللي انت بدك اياها ولكن انها بتعزز نقاط قوة اليك من الناحية المالية اهم انك انت تراقب الامور على المستوى النفسي وهي الاهم بالنسبة للك اشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان الاجواء احسن من الايام اللي مضت وممكن اليوم الاهتمامات الوضع المالي تلطف من الاجواء قلل من المصاريف قدر الامكان لانه القمر صار موجود في البيت الثاني هو بعزز نقاط يعني لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهم اشي انك ما تتكبر يعني الوضع بيسهل عليك الامور بيسهل بعمل تسهيل في مجريات حياتك لا تسمح لأحد بانه يغشك كن حريص على اموالك وامتلكاتك وعزز وضعك المالي اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء ضاغطة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ومش كل شيء بزبط معك يعني الحظ ما بدعمك اذا عندك مقابلة او امتحان او عندك مناقش اليوم بدك تعتمد على جهدك ما تعتمد على حظك يعني الاجواء بمعنى اخر بدها نوع من انواع التركيز ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين احد الاخوة او احد الجيران برضو راقب سيارتك وراقب تليفونك وهي بتساعدك للتواصل وانجاز بعض الاعمال المنزلية والعائلية وممكن تهتم ببعض الشؤون اللي الها علاقة بافراد العائلة ممكن مشتريات او اهتمامات او مناسبة معينة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في نوع من انواع القلق والتوتر بيكون على احد الاحبة ممكن صحة احد الاحبة تكون شوي مش مزبوطة او بيكون بحاجة لعلاج او لاهتمام زيادة اهم اشي تدير بالك انت من انك تنفعل او تعصب فتسبب توتر ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء جيدة اليوم تقدر تنجز اعمالك حتى ولو كثرت ولكن اهم اشي انك تخلي علاقتك ما بينك وبين زملائك جيدة وما بينك وبين رؤسائك بالعمل ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية الك او لاحد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى من انواع الارباك سوء تفاهم او نقاش او حوار ممكن يسبب ارباك فعشان هي قدر الامكان اضبط اعصابك ما في داعي للتهور ما في داعي للانفعل اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على الاموال المشتركة فممكن اليوم تهتم بامور الهلاقة بمصرف او بنك او براتب او بامور الهلاقة ببعض المشتريات اهم اشي انه زي ما حكينا في بعض المصاريف اللي بتكون علاجية يا اليك لا يا لا احد الاحبة بدك تركز عليها بشكل جيد اذا كان في اوراق او وثائق اليوم راجعها قبل ما توقع عليها اما بالنسبة للبيت التاسع فهنا في امور الهلاقة بالمراسلات او بعلاقتك باشخاص خارج البلاد ممكن تتوتر او يصلك خبر من خارج البلاد شوي مقلق عشان هيك قدر الامكان حافظ على التركيز حافظ على ضبط اعصابك ما في داعي للتسرع اللي عنده امتحان او مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة منقول لك دير بالك تشوه سمعتك اليوم الاجواء جيدة ممكن تسمع كلام اطراء او ثناء عليك على بعض الانجازات او ممكن تكريم على شيء معين ممكن ينفتح لك مشروع جديد او منصب جديد ينعرض عليك حاول انك تستثمره بشكل جيد بدون ما تشوه سمعتك يعني ادرس امكانياتك اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء جيدة هنا وبتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى امور الها علاقة بالاتصالات والتواصل وحتى على مستوى امور الها علاقة بالعلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء ولكن دير بالك من بعض المناقشات او الحوارات اللي ممكن تسوي خصوم مما بينك وبين شخص من المقربين اللي لك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقولك الاجواء جيدة بتدعمك على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وهي برضو يعني بتخليك تهتم شوي بامور الها علاقة ممكن بالتغذي او ببعض العلاجات برج الجدي طبعا القمر صار موجود عندكم بالجدي فاليوم بتبدأ فترة ايجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد امور جديدة او تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات تعتبر هاي الفترة جيدة جدا حاول انك تدخل التنويع على حياتك الشخصية الفترة هاي تحمل اما انفراج او تسوية اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي هي بس الامور اللي بدك تحذر منها من تراكم بعض المسائل المالية او المتطلبات المالية او المصاريف او ضغط مالي ممكن يصير عليك احذر على مالك من السرقة وضياع او من بعض المحتالين اللي ممكن يتأمروا عليك يعني بدك تكون صاحي وواعي اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل الاجواء سعيدة بالنسبة للك وعندك قدرة عالية جدا على الاقناع والحوار والتواصل ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات وممكن اليوم اذا عندك امتحان او مقابلة تنجز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع هنا على مستوى البيت رح يكون فيه نوع من انواع التوتر او القلق من مسألة معينة حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية تبعد عن الخلافات والجدالات ممكن تهتم بأحد افراد العائلة او تهتم ببعض التصليحات والترميمات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على مستوى الاحبة فممكن يصير فيه تواصل جيد ما بينك وبين الحبيب او تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بأحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء ضاغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ما تقدر تنجزها بالكامل اشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان ورتب امورك بشكل جيد بدون انفعال وبدون ما انك تحمل اكثر من عمل وبعدين ما تقدر تنجز ولا اشي منه وراقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي بتعزز نقاط قوة المصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن برضو بنرجع على الامور المالية فعشان هيك ممكن يصير في تراكم بعض الاموال عندك او يكون في مصاريف لها علاقة بالاموال المشتركة يعني ممكن مريض او امور استشفائية او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية والمناقشات وامور السفر اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة راقب حالك ما في داعي للانفعال وما في داعي للتهور ما في داعي لانك تشوه سمعتك ما في داعي للصدامات لاي شيء له علاقة بالسمعة حاول انك انت ما تشوه سمعتك وما تجازف بسمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى اللقاءات الاجتماعية او الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء صديق او اتصال ممكن يعونك احد الاصدقاء في مسألة ما اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة راقب وضعك الصحي بشكل جيد دير بالك من بعض التراكم الصحي او التقلبات الصحية راقب غذائك وراحتك وما ترهق حالك بالكامل حاول برضو انك تنتبه لصحتك او صحة احد الاحباء برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك هاي زي الفترة احنا حضرنا منها من اليومين الماضيين ان القمر لما بصير بالجدي يعني بيت متاعبك بتشعروا بالتعب بنال منك وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاولوا انك تخلدوا للراحة هاي الفترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الفترة هاي بسلام يعني هي يومين وبعدين القمر بصير عندك ممكن تواجه ضغوط وعراقيل او امتحانات صعبة كما انه ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر ما اهم اشي انه ما في داعي اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الاجواء جيدة ودعم لايلك وممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من الحقوق اللي لايلك ممكن تحصل عليها وفي منك اشخاص رح يحصلوا على هدايا اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء ضاغطة فبنلاقي مزاجك عصب شوي وحد الطباع في بعض الوقات وحساس الزيادة فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للتسرع واتخاذ القرارات ما في داعي للمغامرة اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود ممكن يصير في عندك عطل العلاقة بالسيارة او بالهاتف او يعني خلاف من بسبب حوار او نقاش حاد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت اليوم في نوع من انواع الاستقرار او التجاوب الجيد ما بينك وبين افراد العائلة او المسائل العائلية ممكن تهتم بمسألة عائلية او بموضوع الاعلاقة بالبيت او ببعض المشتريات او الاهتمامات كمصاريف اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي شوي يعني فيها نوع من انواع الفتور بتحمل نوع من انواع القلق او التوتر اهم شانكو تحافظوا على اعصابكو ما تخلوا فيه خلاف او نقاش او حوار حادي يكون ما بينكو وبين الاحبة ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي انكو تكبروا الامور او الخلافات تحمل هاي الفترة برضو نزاع او نقاش ما بينكو وبين احد الاحبة او احد الابناء اهم شي زي ما حكينا ما تبالغ بحضوظك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل ممكن يتعزز نقاط قوة لها علاقة بالعمل وبرضو يعني ممكن يبادر بعض الزملاء بمساعدتك في مشروع او في عمل له علاقة بادارة شؤونك او اعمالك اما بالنسبة للوضع الصحي فانا شايف انه يعني شيئا ما فيه نوع من انواع التواعكات بدها نوع من انواع الاهتمام يعني اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي يعني ما بين الازواج بدهم يديروا بالهم من اي خلاف او نقاش او حوار او ممكن انها تحتد الامور ما بينكم ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للتصعيد اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن اذا بتطرح موضوع او عندك مشروع معين او حابب تناقش شيء معين العلاقة باموال الغير او الاموال المشتركة فالامور جيدة حتى على مستوى القروض او على مستوى امور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء شوي ممكن تحمل لك خبر مزعج يجيك من الخارج او من شخص اجنبي او من خارج البلاد واذا عندك امتحان او مقابل اليوم جامعية بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض وابتعد عن التوتر قدر الامكان اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة محمي اليوم يعني ما فيه اي شيء يشوه سمعتك اليوم بالعكس حتى اليوم جيد لتقديم لأوراق مش بقوي جدا لعمل ولكن أوراق معاملات اشياء مثل هيك تقدم لها اللي تطلع بعد يومين ممتازة جدا ممكن يكون لك علاقة اليوم ما بينك وبين رئيسك بالعمل او زملائك بالعمل يدعمك شيئا ما في بعض المسائل اما بالنسبة ل يعني بيتك 11 على المستوى الاجتماعي بتحاول انت تبعد شوي الاشي الضروري جدا هو اللي بتأدي ويمكن حتى ما في حرارة او ما فيها الود عندك لهاي الامور حاب انت تختلي في نفسك وحابب انك انت تهتم في نفسك اكثر من هذا الموضوع برج الحوت طبعا اهم اشي انه انتو خلال اليوم تحاولوا اليوم وبكرة تنجزوا كل الاشياء الضروري والمهمة لانه القمر صار يذي اقترب لبيت المتاعب عندكم لبرج الدلو فعشان هيك رح يكون في لبكي يعني كثير من الكواكب رح تتواجد في بيت المتاعب فحاول تنجز كل اعمالك الضروري والمهمة قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب حاول انك تهتم بصحتك وبنفسيتك بشكل كبير خلال هذا اليوم تقريبا بتحس اليوم بنشاط رغبة بالتواصل مع الاشخاص المميزين لإلك فعشان هيك الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الوضع المالي ما زالت الاجواء مربكي لإلك بتشكل نوع من انواع التوتر او القلق او سوء التفاهم فعشان هيك ابعد عن المصاريف لزيادة وابعد عن اي اشي الاعلاقة بالتبذير ما تخلي حد يستغلك ماليا وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي لانك انت يعني تجازف ماليا اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والاهتمامات بامور الها علاقة بالتنقلات وامور الها علاقة بالاخوة الها علاقة بالجيران ممكن تهتم بمسألة الها علاقة بالتليفون او الها علاقة بالسيارة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي فيه نوع من انواع الهدوء اهم شي انك ما تهمل الامور العائلية او المنزلية ممكن تهتم بتصليحات وترميمات وبعض الاعمال اللي بتتعلق بالعائلة او اجتماع عائلة او موضوع بتعلق بالعائلة ممكن تهتم فيه بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة بتعزز من لقائك بالاحبة او علاقتك بالابناء او مسألة عاطفي حتى النشاط الفكري عندك جيد جدا والعواطف عندك شوي جياشة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على نقاط العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او يوكلك اكثر من عمل مع بعض فعشان هيك بتحس بنوع من انواع التعب او الارهاق خلال هذا اليوم ما تهم الاعمالك حاول انك تنجزها بالكامل وبرضو بدك ما تهم الوضعك الصحي تحديدا اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الاجواء جيدة بالعكس في تحالف جيد ما بينك وبين الشريك وفي تقارب جيد اليوم ما بينك وبين الشريك اليوم بعزز العلاقة ما بينك والقرارات المشتركة ما بينك بيكون فيها نوع من انواع التوافق الا اذا كان الشريك طبعا اليوم ما بنسبه هذا الوضع على حسب توقعات الابرج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة هنا على مستوى الاموال المشتركة ولكن منحذر بسبب تراجع عطارد وانه اليوم في نوع من انواع البلبلة اي شيء العلاقة بالاوراق او العقود او المعاملات حاول انك ما توقع عليها دون مراجعتها ما تجازف وما تغامر برضو بالامور الاموال المشتركة ممكن تظهر بعض المصاريف اللي الها علاقة مصاريف استشفائية او ادوية او علاجية يعني بدها نوع من انواع الاهتمام منك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب وبرضو الاجواء جيدة على مستوى الدراس الجامعية والامتحانات ممكن تهتم ببعض المراسلات او الدراسات اليوم او حتى ببعض الاشخاص خارج البلاد اما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا بيت السمعة شوي ضاغط شوي عليك فعشانك ما في داعي للمجازفات والمغامرات ما في داعي لمخالفة القوانين او للمشاحنات ضبط الاعصاب مطلوب وبرضو الحفاظ على السمعة مطلوب اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن انك تنجح في حش تأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنضم لجمعية وممكن تهتم لشؤون اقارب الشريك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء هنا بلشت يعني تضغط بشكل اكبر لانه القمر يعني تقريبا صار يتحرك باتجاه بيت المتاعب ما وصلش بالضبط ولكن وجود الكمة من الكواكب في بيت المتاعب هو اللي بقولك انتبه لغذائك وانتبه لراحتك انتبه لعلاجك انتبه لشؤونك الصحية ما تهمل هاي الامور نهائيا لانه الوضع شوي مش مساعد للمغامرات بالفترة هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء